يمر يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني في سبتمبر أيلول من كل عام وما زال يحمل معه الذكرى السادسة لاعتقال ابن قطاع غزة الصحفي مهيب النواتي داخل معتقلات النظام السوري منذ عام 2011 ومنذ ذلك العام اختفى مهيب وأصبح في مستقبل مجهول نشهد تقدماً وحراكاً حقيقياً لطي صفحة الماضي في سوريا بكل ما فيها من مآسي وبكل ما فيها من ألام وجراح نتمنى أن تتداعى الجهات المسؤولة هناك لكي يتم الكشف عن مصير الزميل مهيب النواتي والذي نتمنى أن يكون على قيد الحياة وأن يكون بخير نقابة الصحفيين الفلسطينيين والتي طالبت مراراً وتكراراً بضرورة الإفراج عن الصحفي النواتي موجهة نداء استغاثة لكل المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك لإعادة مهيب إلى عائلته وزمالائه تواصلنا نحن في نقابة الصحفيين مع نقابة الصحفيين السوريين وتحدي الصحفيين العرب وطلبناهم بالتدخل من أجل الإطلاق صراحة نحن حتى أذكر خلال اجتماعنا في اجتماع تحدي الصحفيين العرب وفي عدة اجتماعات تم طرح هذا الموضوع تلقينا وعدات بمتابعة قضيته ولكن وقعت الأحداث السورية ما يقع في سوريا وبالتالي انقطعت كل التواصل حرية ومهنية الصحفيين لا يجوز المساس بهما كلمات طالما رددها مهيب ولكنه لم يكن يعلم أنها ستكون استثناءا ضمن استثناءات كثيرة عند النظام السوري وغيره من الأنظمة هذا الصحفي ينبغي أن تتضافر كل الجهود من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير في العمل مع النظام في سوريا من أجل الكشف عن مصير الصحفي مهيب النوتاني وأيضا ليس ذلك فقط وإنما حث الأطراف الدولية على مساعدة دولة فلسطين من أجل الكشف عن مصيره وإطلاق صراحه في أقرب فرصة ممكنة يذكر أن الصحفي مهيب توجه إلى الأراضي السورية في مهمة صحفية مهنية معروفة للقاصي والداني وهي إعداد الجزء الثاني من كتابه حماس من الداخل فأصحاب الرأي والقلم الحر من الصحفيين وغيرهم من أمثال مهيب كتب عليهم التغيب وراء القطبان فهل ستمضي سنوات أخرى لمعرفة مصير إنسان نقل الحقيقة حتى أصبح جزءا منها سيف لسويتي أوريانت نيوز غزة اشتركوا في القناة